بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في فيديو جديد. اه النهاردة هنتكلم عن الدجاج او الفراخ في المنام. اه هنفسرها بشكل عام في المنام كمان هنفسرها للعزباء وللحامل الرجل المتزوجة. اه المنام التجاج في المنام او الفراخ من الرموز في العالي بتكون محمودة. اه بتدل على رزق على كمان احيانا بتدل على زرية. اه لو شاف الشخص ان هو بياكل الفراخ الفراخ دي او التجاج ده اه مقلي او مشوي. فدي من الرموز اللي بتدل على اه بشار ليه بقدوم مال اه كتير ولكن بعد تعب ومشقة. اه رؤية كمان اللي ان هو الشخص بيتناول اه الدجاج جنيه. فدي من الرموز اللي بتدل على ان الشخص ده اه بيرتجب اه زم من الزنوب وهو النميمة او الغيبة. وانه هو دايما بتعود انه بيجيب في سيرة الناس وفي اعراض الناس. فآآ بشكل مستمرة فعالي التوبة. آآ كمان رؤية ان الشخص بيتناول راس راسي للتجاجة. الراس بتاعتها. فدي من الرموز الغير مستحبة. فبيدل على موت سيدة آآ قريبة آآ منه جدا. هو في الفراخ بشكل عام او التجاج بشكل عام بيرمز دي آآ امرأة. آآ كمان رؤية انه هو بيتناول آآ صدر للتجاج. فده بيدل على السفر. آآ على السفر في الخارج او خارج البلد اللي هو عايز فيها. آآ وحصوله على فرصة عمل جديدة. هيحقق وراه من وراها من السفر ده وفرصة العمل دي. هيحقق آآ هدافه. وهيحقق آآ حاجات هو بيتمنها. لو الشخص شاف انه بياكل فاخد التجاج فده بيدل على زوجة طيبة حسنة آآ المعيشة. التجاج الحي آآ لو الشخص شاف آآ مجموعة من التجاج الحي فدي من الرموز اللي بتدل على مال. على رزق. على آآ تحقيق آآ اهداف آآ هو بيسعى ليها. آآ كمان آآ لو شاف الشخص انه بيجري ورا ورا دجاجة فدي معناها انه هو بيسعى ورا رزق. ولو مسج للتجاجة دي فمعناه انه هو هيتحصل عليه. وهيتحصل على مال آآ كتير كمان. آآ الدجاجة السودة انه يشوف انه هو آآ آآ يعني معايا دجاجة سودة او حاجة فدي بتدل على ان هو هيتزوج من سيدة عقيمة لا تنجب. آآ الدجاجة البيضة السمينة فدي بتدل على حياة كريمة. آآ وبتدل على مرأة سادة قوة ومنصب. آآ آآ وكمان رؤية الشخص اللي اصابع او ارجل التجاج. فده بيدل على تغيير في احواله. آآ ولكن التغيير ده مش هيكون للافضل. يعني هيكون تغيير سلبي. آآ صوت التجاجة انه يشوف انه سامع سود الدجاجة في المنام فبيدل على سيدة مهملة. او سيدة مهملة في شؤون نبتها وشؤون اموالها. اما آآ رؤية الكتاكيد. آآ فالكتاكيد للمرأة المتزوجة فبيدر على زرية. آآ آآ لو شاف يعني لو شاف الكتاكيد بروفكة تجاجة. آآ يعني لو شاف تجاجة ومعايا الكتاكيد بتوحى فده آآ بيدل على تطهور في المعيشة. وبتدل على خسارة آآ كتيرة آآ في الاموال. آآ كمان بيدل على معاناة وعلى فقر وضيء شديد في حياة الرأي. الدجاجة بالنسبة للمرأة لو شافت ان هي بتشتري دجاجة فده من الرموز اللي بيدل على آآ آآ الحص السعيد سوري. والحص يعني حسن الحظ. كمان بيدل شراء الدجاجة إلى السودة فبيدل على تحقيق آآ كتير من اهدفها. آآ اللي هي آآ بتسعى ليها. كمان تحقيق آآ مصالح هامة آآ هي بتسعى آآ لانجازها. آآ آآ رؤية سبح الدجاجة ان يشوف الرأي انه بيزبح دجاجة. فده بيدل على آآ دجاجة يكون يعني سودة فده بيدل على زواجه آآ من عزراء. آآ آآ كمان آآ لو شاف آآ آآ كمان التجاجة فبيدل على ان آآ آآ ان المرأة دي بتربي ايتام وبتسعى آآ آآ ليهم. آآ آآ رؤية التجاج في البيت لو شاف آآ يعني التجاج كتير في البيت لا لا يحصى يعني مش عارف العدد بتاعها. فده بيدل على آآ آآ غنى وعلى آآ آآ يعني زهاب خوف وقلق آآ آآ هو كان آآ بيعيش آآ فيه. آآ آآ رؤية الدجاجة للعزباء آآ لو شافت آآ الدجاج في في المنام فده بشارة لها بجرب آآ آآ زوجها. كمان الدجاجة بتشير لفتاة جميلة حسناء في حالة انه شاف انه هو آآ آآ ان هي بتتبح آآ آآ دجاجة آآ للبنت العزباء يعني لو شافت انها بتتبح دجاجة فده معناها ان هي آآ 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 دليل على الحسد وعلى الحقت موجود في المكان او من اشخاص قريبين آآ منها. آآ آآ كمان الدجاجة الناي لو ما تشوف ان الدجاجة الناي فآآ آآ ده بيدل على ان السيدة دي او البنت دي بتغداب حد او بتعمل آآ آآ معصية والمعصية دي هي غيبة او نبيمة فعليها اللجوء لربنا سبحانه وتعالى والآآ آآ والتوبة. اللي تجاجة المتزوجة بيدل على خير ورزق وعلى بركة في حياتها وبالاخص في حالة لو كانت المرأة آآ يعني آآ متزوجة ومنتظرة آآ آآ انجاب فدي من الرموز اللي بتدل على بشارة لها بانجاب بانجاب آآ لو شافت المرأة ان هي بتاكل فراخ آآ 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 ما شوية فدي بيدل على انها بتعاني آآ يعني يعني في حتة الرزق شوية. وان ده بشارة لها بان ربنا هيرزقها او هيرزق زوجها باموال كتير آآ كمان رؤية الكاتاكيت في المنام للمرأة اللي متزوجة فدي بيدل على تخلص آآ من امور آآ آآ صعبة جدا آآ في حياتها. كمان لو منتظرة حمل فدي برضو من الرموز اللي بتدل على انجاب. آآ المرأة الحامل لما تشوف آآ يعني دجاجة فدي من الرموز اللي بيتبشر بقدوم طفلة او انسة. زي ما قلنا الدجاج دايما آآ بيرمز لامرأة او سيدة. آآ كمان الدجاج بشكل عام آآ في في المنام فلو شفنا دجاج آآ حي في البيت فده مع انها حصول على اموال آآ من طريق حلال. كمان آآ لو شاف الشخص انه بيجري وراء دجاجة فده دليل على ان الشخص ده هيحقق مكاسب مالية ولكن بعد تعب. يعني هيتعب جدا عمال ما هيتحصل على المكاسب دي. لو شاف انه هو بيمسك واحدة فدي من البشرات تصار جدا بكتوم اخير وارزاق آلي. كمان لو الشخص آآ يعني آآ مريض وشاف آآ تجاجة آآ فدي برضو من او ريش كمان بالاخص ريش التجاج او شاف تجاج في في البيت فدي من الرموز اللي بتدل على شفاء المريض. كمان آآ آآ دجاجة السودة للبنت العزباء دي بشارة ليها بالزواج. آآ زبح الدجاجة في المنام. لو شاف الشخص انه هو بيتبح آآ دجاجة فدي من لو آآ آآ عازب يعني لو زواء بن يعني امرأة او آآ او فتاة او رجل فدي بيدل على آآ زواج. آآ وكمان زواج من عزرق. يعني لو الرجل شاف اللي هو بيتبح آآ فدي من المنزل اللي بيدل على زواجه من عزرق. الفرخة السودة آآ زي ما قلنا آآ زواج. آآ لو شاف الشخص اللي هو بيصطاد آآ دجاج فدي بيدل على مال هيحصل عليه ب بطريقة سهلة. آآ آآ اكل اللحم الدجاج بشكل عام بيدل على رزق على مال على غنايم على آآ يعني آآ نجاح كمان آآ بشكل عام. آآ آآ دي كده اعمل رماز الخاصة بالدجاج او بالفراخ في المنام. فسرناه للرجل للمرأة للحامل للفتاة. آآ كمان فسرناه بشكل عام في المنام. آآ بتمنى بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو مجدد. مع السلام.